اشتركوا في القناة 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 حين دعاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعليكم يا قناة اللهم اشتركوا في القناة شكرا بباب لله اشتركوا في القناة 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 الحمد لله الحمد لله ان الله عرفني واجارني بنبي سيد الرسول الحمد لله ان الله لزهني عن ملة الشرك اهل الخطر والختل الحمد لله ان الله قدر لي نورا بقلبي ونورا اضى في مقالي الحمد لله تفضل يا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل انجلس يا ياسي القهوة يا الله اه يا الله بافواهنا مرارة لا تجعل للقهوة ولا غيرها طعما هل هذه شكاية من امر خاص بك انت واهلك الشكوى لله على اي حال لكن الانسان حين تفض به كأس الصبر لا يجد غير ان يبوح لصاحب عاقل حكيم يسعفه برأي او يواسيه اه ضعها يا ولدي احسن مكرتني بقول الشاعر شكوته وما الشكوى لمثل عادته ولكن تفيض الكأس عند امتلائه فأضت الكأس من عنتي هذا الوالي يا ابا حمزة ولم يعد لنا صبر على ظلمه وسوء اخلاقه وفساده وفساد صاحب الامر كالنار التي تسري في يابس الشوك انت تشكو من خصلتين في الوالي الظلم وسوء الخلق وسوء الخلق ابن الظلم والجبروت فالظالم لا يستحي من فعل القبيح ولا اكثر قبحا من تلك الخمور والعربدة والمجاهرة بالمعاصي يا ابا حمزة عادنا الله من كل هذا ونجينا من القوم الظالمين اتريد ان نلجأ الى اضعف الايمان يا ابا حمزة اتريد ان نكتم اصوات يجب ان تنطلق لتفضح الفساد والمفسدين لا والله لا نستسلم حتى نعرض الامر على صاحب الامر الاكبر من الوالي الامام بركات يا ياسيد لننظر الى وننتظر فعله قبل ان يقدم اي واحد مننا على عمل عمل غير محسوب النتائج قليلا من الصبر يا ياسيد الصبر محمود العواقب وان تعلموا مننا بالحال واحسن عملا وتدبيره ارجو من الله ان يهديني لاحسن هدي ورشد احمد لم يسبق نعب نزاهته بل بغشه ما هذا الكلام يا ابن عمي انا انطلقت بسرعة وبقيكم انتم بخلفي على خيلكم المتعبة انت افزعت الخيل بالعسى لما هذا الشجار والجدال وانتم اولاد عم الغم احسن من ابن العم هذا الوالد يريدك بسرعة يريدك ان اسكت وتعال معي هذا عمر لا سطيع الشيخ سالم التصرف به لا تتعجل يا مخلص صدق صبار فالعجلة قد تأتي بنتيجة لا ترضينا دعونا نقف على ما سيفعله ابو حمزة وبعدها نتصرف وفق ما نراه مناسبا هيا هيا الصلاة ستحين بعد قليل هيا بنا كأن المزن حور عاطفات وكف الأرض تحلب في إناها كأن جبال ذا الماء صمت تناثر درها فحلى رباها كأن الأرض تضحك من سرور بحيث على الرياض بكى رواها إلى أن أصبحت نزوى خصيباً يغني الورق سجعاً في رياها أراك تترنم بقراعة شعري ما أعجبك منه ما أعجبني هو ما أحزنني يا أبي أتمنى أن تبقى نزوى كما وصفتها وأن نتخلص من من يشويهونها ويشوبون جمالها وهذا ما نسعى إليه يا ولدي أجلس يا حمزة لتكتب رسالتين رسالتان في آن واحد؟ نعم يا ولدي الأولى لوالي نزوى والأخرى للإمام بركات هي بولاد ستحملها نيابة عني إليه هيا يا ولدي حاضر يا أبي نصحتك لو طاوعت من لك ينصحه وكل إناء من الذي فيه يرشحه وحدرتك الدهياء قبل وقوعها وأوضحتها والحازم الرأي الذي يوضحه فحقرت أفعال الرجال استهانة وطببت أن السم في الماء ينفحه أناشدك الله الذي جل ذكره لتسمع مني ما أقول وأشرحه أناشدك الله الذي جل ذكره لتسمع مني ما أقول وأشرحه أبو حمزة سالم اللواح ينصحني ويحذره وكأنني طفل لا يفقه ما يفعل وهل مثل مولانا يحتاج إلى نصح شيخ خرف؟ إنه التهاون والتسامح وطيبة القلب كل هذا جرى عمثال هؤلاء علينا لم تشهد نزوة مثل أيام ولايتكم إنها أيام خير وبركة أيتاب أحال الشهد كالصاب في الحلق وهجر أراني الصبر ضربا من الحمق لك الله لا تسمع لإرعاد حاسد فكم راعد يحدو سحابا بلا ودقي فإني مجل السبق في كل حلبة وغير سكيت في رباط وفي سبقي أبالله أن آتي طباعا دنية فما ساء خلقي ما بقيت ولا خلقي لا أراني قادرا على إكمام هذه القصيدة ففي تصانيفها لون وعتاب شديد لما كل هذا العتب؟ لما يبدو أبوك غاضبا كل هذا الغضب يا حمزة؟ كل من في نزوة غاضب من سوء تصرف الوالي وأعوانه وإباحتهم لما حرم الله الناس في غليان من الوضع الذي لا يرضي الله ورسوله وأبي أراد أن يتجه إليكم شاكيا ليجنب نزوة نارا تأكل الأخضر قبل اليابس إنه ليسوءني أن أتلقى شكوى سالم اللواح ولا أستطيع أن ألبي شكايته يا عارضا بات مثل العرق بارقه وطارة لكفوق القلب خافقه وكلما افتر ثغر البرق مبتسما بك السحاب بمن قضت سوائقه وكلما ناوحت به الجنوب صبر هما من المزد بالريحان وادقه متى خب البرق شبته الصباح فغدت تنقضك الجمر من ثورا عقائقه وإن ونرات تحضوه الجنوب فلم تنفك ترزم أرزاما آيائك كأنما الأفق يم ظل مفترضا حيث الشمال بكفيها تصافقه كأنما الأرض محليها السماء دررا والروض والجن خشيبات بيانه كأنما الروض مذلاحت كواكبه كلامع اللوح متشاعة مشارقه وفاح نشر الحزاما والعرار به ونمساريه وانشقت شقائقه من دونه المسك نفتونا تديع به ريح القبول فعم الأرض عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أقلقني حال مولاي الذي ألبسه الهم ثوبا من الوجوم سائر يومه إنه ليس هم يوم يا خلفان ولا هم نزوى وما يحدث فيها إنه ذاء دفيل لا دواء له عافك الله يا مولاي عافك الله لعافية معداء الفرقة والشتات يا خلفان ولعافية لمن يحمل لقب الإمام وليس له مكان لمن كان قبله من قوة وحزم وعزم اتسع الشق على الراقع يا مولاي فلا لوم عليك وسيتسع أكثر يا خلفان مدام ليس لعمان من ملك أو سلطان يوحدها سيأتي اليوم الذي يقيض الله فيه لعمان ذاك الموحد لكلمتها الجامع لفرقتها صدقت صدقت فكثير من أهل العلم ينظرون إلى غد ليس كيومنا هذا غد القوة والتحهد ليتنا نرى ذاك الغد يا مولاي ليتنا نراه ايه دعنا من أمر الغد يا خلفان ولننظر في يومنا هذا لننظر في أمر نزوة أريدك أن تذهب إليها وتنظر في أمرها والحال فيها فأنا لا أثق بصغار الموظفين في هذه الأمور لك الأمر وعلينا الطعر لان الوقت إلا غلبت حصير بال لا 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 لو إنك جريبت مذلي لا طريبت ورقصت يا ابن الفرس يا عزوم أصبح السكر جحة إلى خوف من الله ولا حياء من الناس لا تربع صوتك في حضرة ابن عم الوالي عزه الله هذا أنا يهلي الطرب طف الكيلو يا ناس نزوى ستصبح بيت طرب وخمر وسفاها بعد أن كانت بيت علم ودين وورع وهل سنسكت ونغمض العجل بعد أن خضرنا الإمام بركات لا لن نسكت وسنفتحوا عيوننا ولن يثنينا قول الإمام بعد أن جعل العجزة عذرا يدفع به عن نفسه لنبادر إذن ونخلع الفساد من جذوره ليقم العلماء بدورهم أولا وليدعو كل رجل صالح أهل نزوى إلى نبذ المنكرات والتمسك بحب الله ولندخل على أهل اللهو والفساد وندعوهم بالموعظة الحسنة لا أظن أحدا منهم سينتهي عن غيه هكذا سيكون الحساب عسيرا بعد الموعظة والنصر هيا لنبدأ أقسم بالسماع ومن بناها وبالأرض الفسيحة وما طحاها يمينا برة ليست غموسا وإخلاص اليمين لمن وفاها لإن لم ترجعوا يا أهل نزوى على الحال التي فيكم أراها لتغضوا كلكم أيدي سباءا رهائن بالنفوس لمن سباها تدارك الأمر يا مولانا الوالي سالب اللواح يثير النار عليكم ويحرد الناس سالب اللواح خذني إليه أهدنا قبل ذا نزوى حصانا عفيفا ذيلي ترمي من رماها وكن فيها عهدنا من رجال تخف الشم وزنا عن حجاها أراكم يا أولاة الأمر فيها تطيعون الأراض لمن ملاها أرانا زوابكم كشفت حناها وراقت من محياها حياها فما برج من الأبراج إلا وفيه الخمر جامعة خناها هيا تفرقوا تفرقوا من هنا ماهدي ترثرة تفرقوا فرق الله عظامك لأن بلغت بكنز والدرك وكانت ملايتك وبالا ونكالا على أهل الصلاح وخيرا لأهل السفاتة والطلاح هيا تفرقوا 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 من بالباب؟ ضيف يريد أن ينزل بداركم شيخ خلفان؟ تفضل، عجل بالدخول تفضل، الشيخ خلفان جاء لينزل في ضيافتنا تعال يا خلفان، أنت من أهل البيت، ولست ضيفا السلام عليكم ورحمة الله أولا وعليكم السلام ورحمة الله لذكر الله أول وقبل أي ذكر تفضل يا خلفان، اجلس كفى ما لقيناه وتكبدناه يا رجال لن نقوى على ثورة رجال نزوى وعلمائها علينا أن نستكين ونهادن حتى نحافظ على أرواحنا وما نملك وإياكم وإعلان ما يحرك الناس ثانية علينا لا خمر، لا غناء، ولا لهوة بعد اليوم حتى نرى رايا آخر بعد أن تندمل الجروح ومن يرضى المعيشة في هوان ولم يسمع لمن في العز قال أحسنت، أحسنت يا أبا حمزة وأني أريد أن تهديني هذه القصيدة كي أجحف بها مولانا الإمام عسى أن تحرك هذه الأبيات شيئا من حميته الكريم يعذر الكرام عن التقصير إذا لم يكن بيدهم ما يدفعون الشر والأذى يا أبا حمزة حسن النية وحده لا يكفي يا خلفان وللعذر آوان قصير وبعده يأتي الحساب ما أحسن الأمن والأمان يا مهل لقد دفعنا ثمنا لهذا الأمان ما دفعه الوالي ورجاله أفضاء وأعظم إنهم الآن كالجردان الخائفة يزب أن تبقى هذه الجردان في جحورها وعلينا أن نبقى في يقط وحدر وأن لا ندع جردان يخرج رأسه من جحره ألا من مبلغ عني ارتجالا نصيحاتٍ لدى نزوى رجاله بأن الناس مجتمعوا رجاله وناساً لذا افترقوا حثالا فكيف بغضكم طرفاً كليلاً عن الأعداء وقد جاءت رحالاً مضت عنكم أوائلكم وسنت لكم سنناً عففاتٍ جلالاً فعاشوا عيشة وهمٍ كراماً وماتوا بعدما وصلوا الجبالاً وأنتم بعدهم كونوا نساءً خديراتٍ وإن شئتم رجالاً مضت عنكم أوائلكم وسنت لكم سنناً عفيفاتٍ جلالاً إنه شعر يلهب الحماسة ويوجع القلب في آن واحد لو رأيت ما فعله شعر سالم اللواح في أهل نزوى وكيف جعلهم يندفعون كالأسود نحو الوالي وجنده لا يبالون بالسلاح والعدد والعدة ليتني شهدت تلك الواقعة لشفيت غليلك يا مولاي وأيقنت أن الدم العماني دم طاهر يتحرك للحمية والنخوة العربية الأصيلة أشعلت حماستي يا خلفان وجعلتني أفكر بإهدائي شيءٍ شيءٍ غالٍ نفيس لأبي حمزة سالم اللواح وسأكون رسولك إلي فأنا أحب مجالسته لك ما تريد وسأعد لك ما تحتاجه لترحل في أقرب وقت آن لنا أن نتحدث حديثاً آخر يا أبا حمزة بعد أن هدأت النفوس جعل الله نقوسنا في أمنٍ ودعاً وجعلنا الله نرى أولادنا وقد صاروا رجالاً يستحقون أن نخطب لهم ونزوجهم فهمت، فهمت يا أبا حمزة تريدين أن تخطبي لحمزة وهناك من أريد أن أعجل بخطبتها فاطمة، بنت عمي هي ليس كذلك؟ يا ليت يا ليت يا أبا حمزة يا ليت فاطمة بعمر أكبر ما ليست في السلسة العشر؟ إنها في عامها الهاد عشر يا رجل إنما أريد أن أخطب بنت حليب جارتنا فهي كما أتمنى وتتمنى أنت وإن كانت يتيمة أنا أبارك زواجاً مثل هذا يا امرأة إن كفارة اليتيم خير وبارك تكلم أنت مع حمزة وأنا ذاهب لزيارة حليمة على بركة الله سأضربك يا أحمد إن أعادته أنت؟ أنت تضربني أنت؟ من لا يستطيع السيطرة على حمار أعرج؟ أنا فعلت يا عبد الله، لقد قتلت ابن عمك خد الأخي، خد الأخي، خد الأخي صدق الله حمي، خد الأخي يا أبي خد الأخي، خد الأخي ولدي أحمد، أستغر أستغر يا حمزة من أولادي عمك لاأه يا حمزة يا إله إلا الله أعوذ بالله من شر يدعو إلى شرنا ولدي، لن فرض أبدم أخي يا أبي لابدنا أنتقنا يا أبي لابد إنه ابتلهاء نبتحان لنا يا حمز إنه قدر من الله وإنا راضون بقضاء الله يا ولد انا راضون بقضاء الله يا حمز حمزة أمام حمزة ما بكيا أمام حمزة دومي لا معنى أقوى على الحزن والمرض يا سالم وعانم الله على هذا المصر السالم العدع والطبي لا طبيب ولا دوار بقلب أضابه الحزن ولا معنى الحياة دين حزن والمرض استغفر الله يا الله فللحياة معنى كبير إنها رسحة المؤمن كي ينال بها أجراً وثواماً كمعت في مصر وعدة حزن أكشفت لا تعدد كأن الليالي طالبتني بثارية وقد أدركته وقد أدركته حيث مني يوجده ألا بكر الناعي بكاملة الحجاب وطاهرة الأعراق والعرض أمجده هي الزوجة المعوان في الصخط والربع وفي الدين والدنيا وَجَدُّكَ مُسْعَ وَجَدُّكَ مُسْعَ أبا حمزة إلى أين يا أبا حمزة؟ كيف ستتركني وترحلي أبي؟ لو أنك تخبرنا إلى أين وجهتك؟ فوت أمري إلى ذي القدرة الصمدينة نعمل خليفته في مالي وفي ولدي وقد عزمت على البيت الحرام ولا فيما أروم سواك الله مؤتمدي وقد وقفت على باب السواد وذي يدي مددت أرجي منك نيل يدي واجعل لديك رجائي غير منقطعي واجعل بلوغ منايا منك في مددي يا ناظري بعيون الحفظ في بلد كن حافظا سفري كالحفظ في بلد أحسنت الشعر وأحسنت اختيار وجهتك في السفر حجا مبرورا وساعيا مشكورا إن شاء الله تعالى إن شاء الله اذهب سالما وعد غانما وارجو الله أن يلهمك السلوان عن كل مصاب آمين يا رجتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إلى أين يا شيخ؟ إلى البلد الحرام حيث بيت الله ولكن لا طريقة من مسقط إلى الحجاز عن طريق البحث أعرف ذلك يا ولدي أريد أن أصل إلى جدة وبعد ذلك أتجه إلى مكة المكرمة توكل على الله اركب وسأجد لك مكانا مناسبا أحسنت يا ولدي أحسنت يا ولدي وحسن جمال ليلى أن ليلى لغاية منيتي وبها مفازي ولولا حب ليلى ولولا حب ليلى ما رمت بيهن وانقذفا إلى أرض الحجازي أيا ليلة الشريفة كم ليال عليك سهرتها بها والمجازي وكم لك قد ركبت لجيج بحر وكم لك جئت مندف عنك بآزي أيا ليلة الشريفة أيا ليلة الشريفة كم قواف إليك زجرتها وبها مفازي وبها مفازي يا عم ما سمعت أنت راحل من أجل ليلة فمن ليلة هذه؟ نعم يا ولد أنا راحل إليها وأتغنى بها إنها الكعبة الشريفة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة